النادي الاهلي منذ لحظات أصدر بياناً رسمياً يعلن فيه التالي قلنا مبارح أو قلنا المعلومة دي مبارح عرض أحمد الكندوسي للبيع عرض أحمد الكندوسي للبيع وتشكيل أو إعادة تشكيل وهيكلة لجنة التعاقدات بالنادي الاهلي تاني عرض أحمد الكندوسي للبيع وإعادة تشكيل وهيكلة لجنة التعاقدات في النادي الاهلي هذا هو الخبر الرسمي من النادي الاهلي ماذا عن كواليس هذا الخبر كواليس في منتهى الأهمية كواليس في منتهى الأهمية أول حاجة الكندوسي بعد اتحاياة الأهلي أجراها ضد أحمد الكندوسي أو مع أحمد الكندوسي أو في وقاعة أحمد الكندوسي عندما قال أن هناك أو كان هناك محاولات من مسؤول التعاقدات في النادي الأهلي لإجبار زين الدين بالعيد أنه يتعامل مع وكلاء لعبين بعينهم عشان يتم التعاقدة وده كان سبب فشل الصفقة لألي حق في الأمر وقرر عرض الكندوسي للبيع نادي الأهلي ارطاء التالي أول حاجة لم يقتنع بمقاله كندوسي في التحقيقات واللي أزعج الأهلي أكتر من ده أنه قال الكلام ده وات في وسائل الإعلام يعني في التحيات حتى قاله كده للكندوسي حتى لو حتى لو نظرنا في اللي انت قلته ده وطلع صحيح فما كانتش المفروض يتألف الإعلام كان ممكن تبلغ بيه مسؤولي النادي الأهلي معلومة مهمة جدا جدا النادي الأهلي عرض الكندوسي للبيع ولكن النادي الأهلي قبل سيراميكا كليوباترا أنه ملتزم معه بالإعارة لمدة موسم يعني فترة الأعارة بتاعته الكندوسي لمدة موسم الأهلي ملتزم بيها واللعب مكمل مع سيراميكا كليوباترا أعارة موسم بعد الموسم ده هيتبقى للكندوسي موسمين مع النادي الأهلي هيبيعوا بقى خلاص الكندوسي مش هيكمل في النادي الأهلي مرة أخرى دي حكاية